لكن عايز أكلمني على إن الزمالك بقى فيه حاجة جديدة كويسة قوي آه إيه بقى؟ آه الحاجة دي اللي هي كانت موجودة في النادي الأهلي وما بقيتش موجودة في النادي الأهلي دلوقتي آه طبعا موجودة دلوقتي في روح الفريق والجماعية بتاعت فريق والحب اللي موجود والعلاقة بقى بين الجهاز الفني وبين اللعيبة فبقى فيه علاقة انسجام وفيه علاقة حب وحاسين إنه هما كل اللي همهم هو الفريق مكسب الفريق إن الزمالك يكسب روح الفريق روح الفريق وروح الجماعية دي بقيت موجودة بالإضافة إن الزمالك دلوقتي بقى عنده ثبات في التشكيل ودي على فكرة من الحاجات اللي هي بتخط كل واحد كل العيب في وضعه وفي البوزيشن بتاعه يعني خلاص أنا عارف إن أنا بديل أنا عصام ماري احتياطي فعارف إن فيه تشكيلة أنا شايف إنهم الأفضل فأنا مستني دور إن أنا أخد الفرصة إن أنا أنزل عشان كده بتلاقي كمان اللعيب البديل اللي بينزل بينزل يقد دوره برضه بقوة عشان يبشارك كابت عصام ليه قلت إن الجزاية دي ما بقتش موجودة في الأهلي لإني شايفها مالها فترة بص حكلمك بمونتال أمانة بعد ما كابتن سيد عبدالحفيز بعد كمدير كورة بالمنصب ده ساب المنصب ده الدنيا وقت في الناد الأهلي الدنيا وقت جامد وقت جامد جدا لإنه بفيه عملية إحساسي إنه بفيه عملية خروجه على النص التير جدا بفيه عملية العيبة مرتبطة بالسوشيال ميديا بشكل كبير قوي بفيه عملية إن بعد نهاية الدوري والاحتفال بالدوري الكرف بتاع النادي الأهلي كله في النازل المنحنى نفسه عامل كده تعرف أنت لما بتوصل لقمة الهرم فهو النادي الأهلي وصل للقمة إنه خد بطولة أفريقيا وإنه خد وصولة كاسا العالم الأندية أبطال أفريقيا بطولة الدوري كل ده والاحتفالية نفسها فالدخول في السوبر الدخول في السوبر حتى كمان حتى كمان اللهجة واللغة كمان في التعامل مع مباراة السوبر الأفريقيا قبل السوبر الأفريقي كانت فيها نوع من السقة الزايدة اللي هي فيها كمان مقربة وملمسة في الغرور إحنا ضمنين إنه حنكسب اتنين وسمعت أرقام في اتنين وثلاثة واربعة وكمان سمعت نجم كمان أنا بحبه جدا الكابتان أحمد بلال برضو لقيته بيصرح تصريح نفسي ساعات ما استعرب جدا يا كريم يعني استعرب من نجم عنده اسم وعنده تاريخ كبير قوي فأنا فروح أقيل لأحمد بلال بيبقى ظريف جدا وبيتكلم في حاجة زي كده إن الزمالك ما يسافرش ومعنى إن الزمالك ما يسافرش السعودية يعني ما تجيش لإن أنت حتشل ثلاثة أربعة أحسن أنت مجيش أنت مش هتجيب كرة في العرض أنت مش هتوصل قصة اللي هي مش موجودة في الأهل والزمالك من الأفضل دلوقتي الأهل ولا الزمالك حاليا دلوقتي الزمالك أفضل الزمالك أفضل من كل الوجوه في حاجات كتيرة لكن الأهل لو في أسوأ حالاته وفي عنده حاجات سلبية كتير جدا لكن هو النادي الاهلي يعني لا تتوقع هذه المباراة فريق اعلى وفريق اقل بكتير جدا ما تتكهنش بنتيجة تقول لا والله الزمالك ولكن في معطيات اللي هي كلمة معطيات اللي انها بتتقال كتير طبعا هي جات كده هي جات معطيات لكن المعطيات لكن ايه انت بتشوف من خلال الاداء نفسه انا بديكلم في بداية موسم لكن انا بكلم على ان الزمالك عنده دلوقتي عنده ميزة في ان جميز نفسه بيعرف يتعام مع المباراة الكبيرة ونجح فيها اوه مع النادي الاهلي على فكرة من خلال 3 موريات مباراة نهايكاس مصر على فكرة خسر للزمالك تنصف لكان كان كويس اوي